أما عبدالحي يوسف هو المفرخ لفكر داعش قد يكون هو ما منتمي لداعش تنظيمين الرئيس البغدادي النايب عبدالحي يوسف بالطريقة دي قد يكون ما معهم لكن هو له دور عظيم جداً في خروج ناس داعش والناس الآن بتكورك داعش والناس مشت داعش وفي بنات جران داعش ونكاح البتاع وبتكورك وما بيمسكوا محل الوجع الناس ما تبقى صريحة الناس ما تبقى صريحة كويس؟ أمشي للمحل بتاع الوجع ذاته الوجع هذا لعبدالحي يوسف ذاته عنده كتاب الاستبداد السياسي هو عبارة عن رسالة للدكتورة لما نقدمه كده جاءت لجنة تعجب هدية قاعدين دكتور مين وأستاذ دكتور مين ودكتور مين وأستاذ مين خدت لهم قال لهم يا أخواننا دا البحث بتاعي ناخشو لو لقيتوا غلط وروني ولو صح وروني وكده وبتاعه أجيزوني ناخشوه وأدوه امتياز ونشروا وجوه الكتاب دا فيه المنهج بتاع داعش ذاته البفرخ داعش تقرأ الكتاب بتاع عبدالحي يوسف بتمرق داعش السوداني تبقى أبو زعموط السوداني في امتى؟ داك أبو بكر البغدادي فإذا قريت الكتاب بتاعه دا بتمرق داعش نفس المناهج تاع داعش موجودة في منهج عبدالحي يوسف في امتى؟ دا غير إنه عنده حرية الاعتقال ذاته في نفس الكتاب يعني كلام متناغل ذاته ويزكي سيد قطب الذي يطعم في الأنبياء ويطعم في الصحابة وينكر الاستواء ويعني يقرر عدم الأخذ بأخبار الأحاد ويقول بعقيدة الصوفية سيد قطب بيمدع عبدالحي يوسف سيد قطب قال في تفسير سورة الإخلاص وسوف تفسير سورة الواقعة بعقيدة الصوفية بتاع تحدث الوجود أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا في امتى العقيدة دي ذاته وعقيدة الحلاج ما في الجبة إلا الله وخضنا بحراً وقف الأنبياء بساحل هذه العقيدة يقول بها سيد قطب في امتى ويدافع عنه عبدالحي يوسف فديل يا أخواننا شوف السلف رحمهم الله كما قال محمد بن سيرين قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم يا أخواننا الزول في الدنيا دي في قرائتك الآن يقول لك والله أنا الدكتور ده ما بحضر له لأنه بلخبط راسي وما توزعوني في المستشفى مع الدكتور الفلاني وزعوني مع الدكتور الفلاني ولا ما قعد يحصل قعد يحصل ليه لأنه بيشوف إنه ده قد يضرك كما ضرك ما بينفعل فكيف تأخذ أمري بدخلك جنة أو نار من أي بني آدم فده كلام ما بيجوز يا أخوان ما بيجوز أخذ العلم عنه وفي أدلة كثيرة على هذا الكلام مواصلة لكلام أخواننا المشايخ جزاء والله خير ده رضي فليك زيادة على أنصار السنة بجاية الملقاطين ما بيتكلنهم في التوحيد في واحد اسمه الدكتور عبدالحي يوسف وده قد يكون مخشوش وكثير من الناس عنده فتوى يضرب للدكتور ما تضرب وعنده قناة اسمه قناة طيبة يجيب فيها أهل البدع وأهل الضلال سلمان ابن فهد العودة محمد العريفي وغير من أهل البدع المنحرفين وكلام بيهدلة ما كلام سايد زعلان قال لك ركب مواصلات يتخارج فيمتى بجاية الموقف فيمتى كلامين ده الكتاب بتاعه الدكتور عبدالحي يوسف الاستبداد السياسي في ضوء القرآن والسنة الأسباب والعلاج فيمتى ده ما عنده علاقة بالتوحيد الكتاب ده نهاي ما عنده علاقة بالتوحيد مش الله قالوا لقد بعثنا في كل أمة الرسولة دين الرسل أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت ده ما عنده علاقة بالكلام ده ودعوة عبدالحي يوسف بتاعنا الطيبة اللي هو شيخا صار السنة الآن ده برضو ما عنده علاقة بالدعوة بتاعت الرسل عليهم والصلاة والسلام فالكتاب بتاعه ده مبني على كلام بقراليك أسه صفحة 12 أي دولنا بنجيب لك كتابه والله لو قلنا لك ميكي غلطان بنجيب لك مجلة ميكي طوال ما قاعد نتكلم عن ذول سايد عشان ما تزعل طهام دي لا كيف يزول يتكلمه فيه صفحة 12 طيب قال وغير خاف أن الاستبداد تسمع كلام دكتور عبدالحي يوسف قال وغير خاف أن الاستبداد متعدد الأشكال مختلف الأطوار الاستبداد السياسي قال فإلى جانب الاستبداد السياسي هناك الاستبداد الاقتصادي وكذلك الفكري والاجتماعي يعني فيه استبداد سياسي واستبداد فكري واستبداد شنو؟ اجتماعي طيب قال إلى آخر تلك الأنواع التي أشار إليها القرآن صراحة أو ضمنا أشار له وين؟ ما تجيب العيات قال لكنني مقتصر هنا إن شاء الله الله يكسر رأسك على تناول الاستبداد السياسي لأنه في تصور أصل وأساس الأساس شنو؟ الاستبداد السياسي عند الدكتور عبدالحي يوسف وعند الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي القرآن وفي السنة الأساس والأصل شنو؟ التوحيد هذا دكتور يا فاشل عبدالحي يوسف إنت خجلان ولا خايف تتكلم في الصوفية سألوا عن الصوفية قال الصوفية لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بالله كده نأتيك حاجة مسكول كده للصوفية والرين دي لهم ولا عليهم ولا فيهم ولا منهم ولا إليهم ولا شنو يعني إنت في بلايه كتيرا نرى مولاك حياة كتير لكن الزمن دكتاب الختمية كده دي لهم ولا عليهم يا دكتور عبدالحي يوسف وليس عنده كلام عن سيد قطب لكن بجيك له إن شاء الله الحلقة الجاية ما بنخليه والله الذي لا إله غيره ما بنخليه تدخلنا تحت الواطة دي برضو ما بنخليه إنت صفحة 123 كده أمسك طيب ده شيخ الطريقة الختمية قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطوض الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي ده شيخ الختمية قال ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبداً في كل أحوالي مراقباً ذاته في كل مرتقب حتى ظفرت بما رغبت في بالي إلى أن قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي عرش الله ما أسكت درويش بتاع شيخ الطريقة الختمية تقول ليه الاستبداد السياسي أصل وأساس وما سواه فرع ونتيجة ده يغفر بالله تبارك وتعالى برضو فرع ونتيجة طيب قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقاً وخلقاً بترداده وترحالي أنا الجليس على العرش المحيط كما أحدت بالغيب تفصيلاً وإجمالي ده الدين بتاع الصوفية الما قادر تكلم فيهم عبدالح يوسف بمساعدة أنصار السنة نتلاقى الأربع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله